إذن معلومات مفصلة حول اغتيال محسن فخريزادة المصدر المعارضة الإيرانية نقلا عن معلومات مصربة من الحرس الثوري العملية بدأت تخطيط لها منذ زمن باختراق دقيق للسخبارات الإيرانية في ذات الأثناء وبحسب المصادر كان فريق الاغتيال الميداني يخضع لدورات تدريب خارج إيران هنا تم اختيار 62 عنصرا لتنفيذ العملية 12 منهم شاركوا ميدانيا في تنفيذ الاغتيال وحددت كذلك المركبات التي ستستخدم في هذه العملية هي سيارة يوندي من نوع سانتافيوة سيارة نيسان وأربع دراجات نارية تم اختيار التوقيت بعد رصد موعد لمسيرة موكب حماية فخريزادة كان في طريق إلى الفيلة الخاصة به في المدينة قرب طهران قبل نصف ساعة فقط من وصول الموكب للموقع المحدد قاطع فريق الاغتيال كهرباء تباما عن هذه المنطقة كانت المركبات المحددة بما فيها سيارة نيسان كانت مفخخة بالإضافة إلى قناصة هؤلاء القناصة كانوا بانتظار مرور الموكب على مدخل المدينة الموكب ضم ثلاث سيارات مضادة للرصاص انتظر فريق الاغتيال مرور السيارة الأولى من دوار مدخل المدينة حتى فتح النار على السيارة الثانية التي كان فخريزادة موجودا داخلها تم تفجير السيارة المفخخة ما أدى إلى تفجير سيارة الحماية الثالثة في الخلف بعد ذلك توجه 12 عنصرا من فريق الاغتيال توجهوا باتجاه سيارة فخريزادة وسيارة الحماية الأولى وفق للتسريبات فإن قائد الاغتيال أخرجه من السيارة أطلق عليه رصاص ليتأكد من مقتله غادر الفريق كامله الموقع واختفى